ازايكم جماعة عاملين ايه؟ كتير منكو اوي طلب ترشيحات مني لعربيات اللي عاملين بالخارج فقلت اعملكو فيديو وقاللكو رأيي في الموضوع بصراحة طيب هو الحقيقة الموضوع مش مكالكا اوي زي بالناس فاكرة هو يعني حسب انت بتجيب عربية ليه لو بتجيب عربية اقتصادية وعايز تطمن من اعادة بحة فالموضوع سهل جدا كل هتعمله حضرتك هتبص على لستة العربيات الاكتر مبيعا في مصر وتجيب زيها بالزبط يعني ايه بالزبط؟ يعني ما تخلفش المواصفة هات نفس المواصفة بالزبط حتى لو المواصفة دي مش احسن حاجة بس تضمن على قل تلاقي لها قطع الغيار وتلاقي لها السيانة وتلاقي لها حاجات كتيرة قوي وتلاقي لها كمان انها ما تبقاش ايه عربية كده واقفة مختلفة هتتباع تمام فتبقى لزيزة طيب لو تكلمنا مثلا على العربيات السيدانز السيدانز الاقتصادية الكمباكت سيدانز عندك التيبو الكورولا لما تجيب التيبو ما تجيبهاش الدودج في منها دودج انتو عارفين فخليك احسن في التيبو مضمونة برضو بالنسبة للكورولا نفس الشيء جيب المطور الالف وستمائة في منها بينزل مواطير اصغر خليكو في المطور الستاندرد تمام؟ طيب لو انا بسيت على الليست والاكتر مبيعن هتقول لي تم هالساني مازالت متربعة عرش المبيعات الاكتر مبيعن في مصر المبدئين حضرتك مش هتلاقي الساني اللي زي دي لان انتو عارفين احنا بنتجها لغاية النهاردة يعني فاوكي فبالاش ساني وما تجيبش اللي بعد الساني الأجيال الجديدة لان مش هتلاقي لها دعم خالصه مصر ومش مستهل الصراحة طيب برضو من العربيات اللي انا بحبها جدا الالانترا السيان سيفن هي والكورولا يعني دي مجموعة العربيات الحلوة وبردو منشأها اعتقد اوروبي فممكن تاخد يعني متبقاش غالية اوي الالانترا السيان سيفن برضو عربية كويسة اوي نجيب برضو المطور الممل ممكن في الحالة دي لو لقيت مثلا المطور اللي هو الالف وستمائة التيربو اللي بينزلو في التوسن مثلا ممكن تجيبه لانه المطور بنائر الحركة موجودين فمفيش برضو القصص والحاجات دي كلها تمام فدي برضو لو بصنا على المبيعات في الحتة دي هنتكلم اكيد عن الام جي فايف والام جي فايف برضو عربية بتبيع كتير ومعروفة ومفهومة وكل حاجة محفوظة فيها في مصر فمش هتغلط ولا تندم بس تأكد انه تستاهل تأكد انها تستاهل ان انت تدفع او يعني ان انت تجيبها من برا اوكي لو انتقلنا الى الساب كومباكت اسيو فيز او الاسيو فيز الاصغر حجما فمليان برضو يعني كل مجموعة عربيات في اي جي مجموعة فولكسباجن عربيات كلها جيدة يعني مش هتغلط لو جبت القرونة برضو تجيب نفس المطور اللي بتباع هنا انتوا فهمتوا الحكاية خلاص ببساطة ما فيهاش تعقيد كتير وفيه حاجات كتيرة مثلا الابل الماكة كلها دي عربيات لذيذة جدا في الفئة دي الصغيرة وحديثة وبحس انها حديثة كمان يمكن الماكة بالنسبالي هي ممكن الاززهم في الفئة دي طيب لو روحنا على الاسيو فيز الكمباكت اللي طبعا الاكتر انتشارا في مصر اي اكيد هي التوسن والسبورتج التوسن والسبورتج جيبوا الشكلين الجداد وفي مصر التوسن بتتبيع بالمطور الالف ستومات تيربو فما فيش مشاكل ونفس الحكاية بالنسبة للسبورتج مش هتندموا على الشكل الجديد وعلى اقل عندك وكيل بيبيعه طيب بالنسبة بقى اللي بيسألوا على العربيات الاغلى الاكزيكيتف سيدانز او الاكزيكيتف كومباكت سيدان هنبتدي ببي ام دابليو اه اجيب ببي ام دابليو وجيب اللي انت عايزه من بي ام دابليو بي ام دابليو حيبقى ليها توكيل قريب ان شاء الله في تسعة عشرين او اللي هو حيقلنوا عنه ومفروض ان ده هيبقى يعني خلاص عندك عندك حاجة تقدر تستفيد من وجودها فاوكي بي ام دابليو سي كلاس اكيد عربية برضو مطلوبة جدا ومنتشرة جدا ومحدش بيندم ابدا على شرها المرسيد سور واودي اودي اقل مبيعا منهم ولكن بقى لا فترة شد حلها نتيجة وقوع بي ام دابليو نسبيا في مصر فاودي بقى لا فترة شد حلها طيب الفا روميو نفس الشيء لو عايز تجيب من بره ولقيت الحزبة كويسة جيب وعشان انتبقوا عارفين بس ان الفا روميو مؤخرا عشان بتكتموا على الريلايابيليتي بتاعة الفا روميو دايما بيسألوني السؤال ده عابر برضو الاعتمادية بتاعة الفا روميو واغده نمبر وان في جي دي باورز في امريكا من كام اسبوع جي دي باورز يعني كاستمر ساتيسفاكشن وريلايابيليتي لان هما في الريلايابيليتي ارتفعوا جدا بالمقارنة بمثلتهم الالمانيين الالمان طيب العربيات الاكبر الاجزاكيتف سيدان الميد سايز زي المرسيدس والبي ام دابليو والاودي الاي سيكس ما فيش غلصيهم خلص عربيات المرسيدس بالذات اي حد يشتريها عمره ببيندم على شراعة خالص وبتتبيعها بسهولة والعربيات كويسة جدا نفس الشيء بالنسبة للفايف سيريز كلها وبالنسبة برضو للاودي الاي سيكس عربية جميلة وبعشاءها طيب اللي بيفكر في العربيات الكهرباء زي ما انتو شفتو ان الدرايب او اللي حيددفع على الاي كيو اس لانها معفية من الجمالك تقريبا بيقلم التوسن والقصة دي اشتهرت جدا على سائل السوشيال ميديا يعني ناس كلها ببينتلك مشلو بتدفع في التوسن قد اي مقارنة في الاي كيو اس او دي حقيقة او زيها فالعربيات الكهرباء في المبادرة دي ممكن تبقى فرصة كويسة جدا وفيها عربيات كهرباء كتير ممكن تبقى مطرقعة ما تخطرش على بالكم من دمنها الفورشا تايكان وان كان تايكان برضو بالذات الرينج بتاعها قليل او وان كان العربية الكهرباء دايما عندها الحتة بتاعت الرينج انجزايتي لو هل هي عربية وحيدة في مصر ام مت هيقليش لسه لازم تبقى عربية تانية ام ولكن برضو بتادوا انتشروا وبتادنا نشوف عدينها كادلك وجنر الموت يعني في حركة شوية لكن الكهرباء تنفع تجيبها في المبادرة وحيبها سعيرها كويسة بس اعتقد هتبقى عربية تانية الاي كيو اس كويسة جدا الاي كيو اي برضو كويسة جدا كان هتنين شكلهم زي الصابون كده ايه بلاب ملهاش معالم اوي لكن الشكل ده مسألة نسبية وانت راكب مرسيدس واحنا عندنا العقدة بتاعت ايه عقدة بتاعت مرسيدس انا راكب مرسيدس ايه مية 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 لكن انا مش بقلل من شأنهم خالص يمكن بس التصميم بتاعهم كسول شوية ده رأييه فالعربات الكهرباء عادي ممكن تجيب اودي ممكن مش عارفوا بوضع الوكيل ايه ولو كانوا ينوهوا كده انهم مناوين يعني يقلبوها يعني يجيبوا عربيات كهرباء بيم دابليو كهرباء انا الصراحة لسه مش مقتنع بيهم اوي في بيم دابليو بالزات الدزاين زي الافشة بس برضو ممكن عادي زي اي عربية كهرباء حتبق انت ايه لوحدك كده على جزيرة لغاية لما الوكيل يبقى موجود عشان يعمل لك الكوبري وتوصل للارض طيب عربيات الصيني برضو من الحاجات المركات اللي انا بحبها وممكن برضو تفكروا فيها الهافا العربية جيدة جدا كلها كده عشان وسائل الامان فيها عالية اويلة زي ما قلتلكم كازا مرة من اول لما تلاقيت انها اصلا معمولة للسوق الاسترالي والنيوزيلاندي فعوامل امان فيها بالزبط زي العوامل الامان اللي تبقى نازلها العربية اوروبية وبحس انهم عربيتين كويسين ونكحين لو هتفكروا في التيجو سابن برو او الايد برو ممكن برضو بس يمكن دول ما يفرقوش يعني برضو لازم تحسبوها والولا والعلمون انتم عارفين فيه تطبيق بيحسب الحكاية دي كلها من اولها الاخيرة فبرضو المسألة مش معقدة لو عايز الاختيار الامن يبقى تشوف ببساطة العربية الاكثر مبيعا ومش شرط وممكن ما تبقاش المحلية صنعا ودي اللي تنقي منهم مش هتندم في اي حاجة في الاتجاهات دي كلها طبعا لو عايز تجيب عربية مترقعة جيب عربية مترقعة انت ممكن تستفيد برضو ولكن اتأكد ان ليها وكيل يضمنها وانه كمان يبقى موافق ان هو يضمنها عشان اللابس في العربيات دي بيبقى غالي العربية الكهرباء مزيتها ايه لو جبت حاجة زي ما بقولك مثل فورشة تاكان او اللي هو مزيتها ان اعطالهم قليلين اوي 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 دي الميزة الحقيقية فيهم عشان كده الناس ودايما الناس بتجيبهم عربية تانية او تالتة الحكاية بسيطة مش معقدة الاكثر مبيعا عمرك ما حتندم فيهم ومش يعني مش محتاج ان انا عدلكوا على موديل موديل دي عربيات انا اللي جات في دماغي ممكن تكون عندك عربيات تانية كتير انت بتفكر فيها اكتبوا هنا في الكومنتات وحاول اقول لكم ايه اللي فيهم انا بالنسباني بشوفهم احسن ولو مش كده اتفرجوا على الريبيوز بتاعتهم انتوا عارفين الريبيوز دايمن بتاعت ايه ما فيهاش اي هزار بقول اللي في نفسي وما فيش اي حاجة يعني متخبية بس سبعة الفل سلام